يعطيكم ألف عافية وصفتي لله اليوم إن شاء الله راح تكون أطيب وأشهى فطيرة جبن والزعتر بما أنه هالأيام عنا موسم الجبن وموسم الزعتر حبيت أعمل معكم فطيرة الجبن والزعتر طبعا هالوصفة سهلة بسيطة سريعة بتمنى إنها تعجبكم تعبوها ماي وتعالوا نشوف كيف راح نعملها بالنسبة للزعتر طبعا هون أنا استخدمت الزعتر البلدي المنزلي وأكيد ممكن تشتر ورق الزعتر من السوق والكمية راح أستخدمها اليوم بالفيديو هي كمية تقديرية أول خطوة هون راح أعملها راح أفرط ورق الزعتر طبعا هاي طريقة فرط الورق هلو هون راح أفرط كل الكمية وبعدها هون راح أغسله طبعا هون عنا ورق الزعتر لازم تغسله أكثر من مرة قسلته ثلاث مرات كنت أنقعه تقريبا مدة دقيقتين بالماء بعدها أغير ميته وبعدها صفيته كثير منيحة من الماء ورح أتركه عندي الشباك حتى تنشف عندي ميته بالنسبة للعجينة هون راح نحتاج كاس ونص من الحليب طبعا عندي هون الحليب لازم يكون دافي ورح نحتاج كمان هون للوصفة نص كاس من الزيت الزيتون بالإضافة إلى معلقتين كبار ممسوحات من السكر السكر بنستعمله في العجينة عشان تفاعل الخميرة راح نحتاج هون معلقة كبيرة من الخميرة هلو هون بحرككم كثير منيح بغطي الصحن بترك الخميرة عنده هون تفور من عشرة دقائق لربع ساعة ولازم نتأكد عنا أنه الخميرة فارت قبل ما ننزل لطحين هيك عندي الخميرة بعد ما فارت هلو هون راح أنزل ثلاث كاسات من لطحين حجم الكاس اللي أنا استخدمته بالوصفة هو ثلاثمائة مل ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من البكينج باودر بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح باستخدام مضرب العجين بعجين العجينة طبعا في البداية بيكون عندي على سرعة واطية بعديها بعل السرعة شوي شوي في حال مش متوفرة عندكم العجينة أكيد ممكن تعمل هاي العجينة على إيدكم أنا هون حسيت العجينة شوي طرية ما زيادة فحطيت نص كاس من لطحين بكون عندي مجموع كاسات لطحين ثلاث كاسات ونص قوام العجينة لازم يكون معكم طري لا تشدوا بالطحين هلو هون راح أنزل ورق الزعتر طبعا عندي ورق الزعتر بعد ما نشف قطعته لكن تقطيع خشنة وممكن كمان ما تقطعوا هلو هون راح أرجع أعجنها حتى أدخل الزعتر بالعجينة راح أرجع لكم هون القوام نهائي للعجينة العجينة زي ما حكيت لكم لازم تكون معنا طرية ما تشدوها في الطحين حتى تطلع معكم الفطيرة هشة وطرية هيك عندي العجينة جاهزة هلو هون بالنسبة للجبنة استخدمت الجبنة البيضة البلدية طبعا نقعتها قبل بيوم أقل الشي مدة 12 ساعة غيرت المي مرتين بعديها صفيتها تماما من المي لما صفيتها خليتها تقريبا مدة ساعتين بالمصفايد هلو هون راح أقطعها مكعبات صغيرة حتى تأخذوا النكهة الأطيب للجبنة قطوها مكعبات صغيرة إذا حبيتوا تبشروها أكيد برجع لكم بس جربوها بهذا القوام راح تحبوها الكمية الخليتها على جنب حتى أحطها على وجه العجين والكمية هاي راح أحطها كل ياتها مع العجينة هلو هون لما نيجي نخلط الجبنة مع العجينة تخلطوها شوي شوي يعني ما تشدوا عليها وأنتو عم تخلطوها حاولوا فقط هون قلبوا العجينة معها تقليب قلبتوا هون تقليبة بسيطة وهلو هون راح أنزلها بالصحن طبعا الصحن هون حطيت فيه كمية بسيطة من زيت الزيتون ودهانت إيدي كمان بكمية بسيطة من الزيت ورح أنزل العجينة ورح أرتبها بالصحن رح أرجيكم كيف رح أنلفها بالصحن بهاي الطريقة حتى إنه الجبنة تحافظ على قوامها هلو هون بغطي الصحن بعديها بغطيه بقطة جماش وبتركه تقريبا مدة ساعة لساعة وربع حتى يضعف عندي حجم العجينة كل ما تركته العجينة ترتاح بتاخده نتيجة أحسن هيك عندي العجينة بعد ما تركتها ترتاح هل هون رح أنزلها بالصينية طبعا الصينية عندي هون بمقاس 30 ب40 رح أفرشها ورق زبدة ورح أتهن هون ورق الزبدة بكمية من زيت الزيتون رح أحاول هون أوزع الزيت على كل ورق الزبدة وبعديها رح أنزل العجينة لما تيجوا العجينة تنزلوها ما ترجع تعجلوها على الطول بتنزلوها بالصينية وبتحطوا عليها كمية من زيت الزيتون وبتوزعوها بأطراف الأصابع بهاي الطريقة حتى الهوى الموجود عندنا جو العجينة إنه نحافظ عليها رح أوزعها هون على كل الصينية وآخر إشي هون رح أحط الجبنة بتحطوا كمية منيحة من الجبنة إذا حبيتوا هون تحطوا حبت البركة أكيد برجع لكم إذا حبيتوا كمان تحطوا السمسم أكيد برجع لكم بس هون أنا اكتفيت بزيت الزيتون دهنتوا على الوجه هون رح أرجع أغطي الصينية حتى يضعف عندي حجمها تقريبا تركتها مدة نص ساعة ترتاح ولازم اتغطوها رح أرجيكم بعد ما يضعف حجمها لأفضل تتركوها ترتاح حتى تأخذوا أفضل نتيجة للخبز هيك عندي الصينية صارت جاهزة هلا هون رح أدخلها الفرن بنسبة للفرن رح يكون عندنا فرن حامي على درجة حرارة 200 الرف الوسط أغلب الخبز كان عندي من تحت إن شواي شغلتها تقريبا مدة دقيقة هيك عندي صينية أول ما طلعتها بلفها بقطع تقمعش خاصة للمطبخ بتركها مدة ربع ساعة وبعديها ببلش أقطع فيها بنسبة للتقطيع الأفضل تقطوها حجم وسط الكمية اللي بتعملها ما شاء الله طبعا بتعمل عندكم كمية جدا وفيرة ريحة الفطيرة ونكتها وطعمها جدا شاهية طبعا هالوصفة من الوصفات الكثير طيبة العجينة جدا هشة جربوها وأعطوني رأيكم فيها وهي وصفتنا لليوم إذا عجبتكم وحبتوها ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا للحسن المتابعة معكم على طاشمان من قناة أطيب الوصفات يومي ترجمة نانسي قنقر